يعني هو الأزم المتعرف عليه ولكننا يعني وصلنا لهذه المرحلة بدرنا نساعد ولو 20% إلى 25% من هذول الستات اللي هم أصلا فقدوا الأمل نهائيا أنه يرجع يصير في عندهم أمل ويرجع أقل إشي يصير عندهم جنين مرة أو مرتين تفشل مرة بتفشل مرتين لكن ممكن تفجح مع التالتي ممكن تنجح من الأولى فإذن في عمل دقوب حاليا في العالم كله من أجل أنه إحنا في الستات اللي عمرهم أقل من 45 أو من عقل أقل من 48 سنة أنه الدراسات أنه لسه هذول بقدروا يعملوا ماشي هلأ في أفكار للناس اللي بفكروا للستات اللي بفكروا أنه هم يخزنوا البويضات زي قبل شوي كمعان تفريز البويضات هذا فكرة حسنة طبعا ونحبذها لبعض الستات أنه هم أصلا عامل بلان حياته أنه أنا بشطل الآن أنا بدي أجل أجل فكرة الإنجاب أو في ظرف خاص عندي الزوج أو الزوج مسافر يعني في ظروف اجتماعية وفي ظروف صحية صحية طبعا هي عندها مرض محدد حبة جمد بويضاتها عشان بعد العلاج نعم هذا بسبل لكن من الست اللي هي أصلا ما عندها هاي المشكلة لعندها المشكلة الاجتماعية ولا عندها المشكلة الصحية طبعا أنا وهي فقدة في فقدان شديد في المخزون مبيض إنا إحنا صرنا نسعى إنه إحنا نساعدهم طبع كيف نساعدهم فيه صرنا نحكي عن أوزون تيرابي صرنا نحكي عن عن برامج تحفيزية جدا يعني فيزيو ثيرابي في تحفيز المبيض استخدام بعض الأدوية اللي هي بتساعد إنه المبيض يكون قوته أكثر ونستخدم تقنيات اللي هي المساعدة خصوة بالإنجاب شان ترترك يعني نسحب بويضات ونعمل فيه إشياء باسكت سيستم يعني إحنا نجمع مثلا بويضة في هذا السايكل والسايكل بعده نجمع بويضة أو بويضتين نجمع حدول ثلاثة أربع بويضات مع بعض بعدين نعملهم تخصيب فهذا ممكن يعطي فرص أعلى إنه يصير في عنا تخصيب ترجمة نانسي قنقر